بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوا عليه وسلموا صباح النور صباح الورد صباح اليسمين على أخواتي وخالاتي وحباباتي إن شاء الله قعد تكونوا غاية وتكونوا بخير وعلى خير بما أنه شمينا ريحة رمضان اللهم أهل علينا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله أنا ويكم إجمعين إن شاء الله يربي في هذا رمضان أي وحدة متمنية أي حاجة ربي يكمل علىها نبدو في الوصفات الرمضانية إن شاء الله وبديت لكم بفاطرة سهلة ماهلة وسريعة سيختول يعني ما عندهمش الوقت بها يشكلوا قاعد يبغوا حاجة يعني خفيفة هادي تناسبكم بزاف وبدون اختمار وبدون دلك وفي هاشقا مقادير شوفوني البنات بسم الله أول حاجة عنا بالكاس هادا تاع أم واليد ربعة كيسين تاع تاع فهرينة تسبون هذا الكاس صيء إن شهر باسم أم واليد حتى كنروحون شو عند الحانوت نقولوا كاس أم واليد صحة البنات لا يعديها الصحة من هذا المنبر مهم درت من النهر بحرقة كيسين تاع فرينة وربح كاس تاع زيت ودرت رشها ملح هذا مكان ربح كيس فارينة وربح كاس تاع زيت فوق الربح بشوية يعني مشي ربوح نشان دروا غيل فوقها بشوية زيت ودروا رشها تاع الملح تبسو هذيك الفرينة مليح بالزيت كيتبسوها مليح ويدخل فيها كامل اجيبو كاس تاع حليب كاس حليب دافي مشي بارد دافي نضيف المقادير مضبوطة تبقى في الكيل تخص حليب كما صار لينا زيت واحد للقطرة بالصحيح عبر تزاحتها كاس وربع ته الحليب زيت قطرة فقط ممكن تسرى لكم كيفية ممكن تجيكم سوا سواهية نتحصل لوال عجينة طرية كما راكم تشوفو وحنينة تعجنيها في البول التاحة واحدة دقيقة ولا اقل يعني تسجميها وخلاص مكاش دقيقة ونبعد تغطيها وتخليها ترتاح بلا موش جدي الحشورة الحشوات تحت اختياري نوري لكم الحشو اللي درتها أنا درت هنا اربوح صدرتها على الجاج قطحتها تلتها الزيبز فلفل لكحل شوية كركب لي هو الكركم وشوية كاريدة البابخي كان شوية حارة ودرت أصبر مرحي ودرت الثوم مرحي هادو هماليزي بيس لي درتهم ودرت الملح ملح يعني ضروري ما تنسوش وما تكثروش تانيك نزيد كما قلت لكم شوية زيطرة ولا زيطرة لا تهتموش بالنوع لي عندكم هادو اختياريين لي درناهم في الاخير يعني يعطوا بنا ولكن لي ما عندهش سيبالابان بوني بغى تشريهم مع سكر راهم في السيبيرات مقدم عندها تاسبانيا غاليين يديرو شوية 80 الف يديرو 80 الف بصح شابين يعني بونكاليتي وكان واحد اخرين هادو اللي خدمت بيهم هنا راهم 20 ميل في السيبيرات تعويت تعويت عند الدار البيضاء ولي بغى الشابين يديرو 85 الف عند مقدم نقليه في شوية الزبدة مغرفة الزبدة ونقليه في هذا الدجاج مليح يعني حتى يتحمر غاية يعني ويدي بنا شابة كي نشوفوه تحمر نكون موجدين حبة ولا زوجتها باططة نقدرت حبة كبيرة للحجم اقليتها مكعبات صغار هذا مكان باش تزاود لي الحشو التاعي نقلع هادو الجاج كي يتقلن زيدها عليها كنت موجدة حبة بصل كتحتها شرائح عادي كما كنت شوفوه ونذبلها في هاداك الزبدة اللي قليت فيها الجاج يعني يجيب الزبدة يجيب الزبدة كما وجدت للافخص بالصح لا يحتاج لها يخمر ولكن عندك للافخص واجدت تخدمي به مباشرة يرتاح قليل 10 دقائق و تخدمي به المهم يحتاج لك الراحة تعديم يونيت فهمتوني و من بعدك تقسميها على زوج يديروا لكم الزوج المهم تحكمي كل واحدة تستعيني بالفارينة ما تكتريش الفارينة باش ما تنشف لك شلابات صح البنات رشة خفيفة و خلاص و من بعد تحليها مليح مليح ترقيها شوية باش ما يجيكش من الداخل يعني ما يجيكش مع الجنة ضروري ترقيها البنات لانو راح نرولوها وتشكليها شكل مستطيل كما هكاول مربع يكون رايح للطول بها الطريقة كما كنت شوفوا يعني الصورة راهي تعبر نعيين نشرح الصورة راهي امانكم بها الطريقة مربع رايح للمستطيل على السر باش نرولو البنات هنا البنات اللي عندها جوبن طاري تدير احسن تدير شوية هكامل تحت لي ما عندها شدير مايونيز كما انا درت بوخسيون شوية برك يعني وحلي تهم ليح بالمغرف يعني ومبعد ندير الحشوي يعني الحشوي يجيكو مناشف بصح الله يبانلكو مناشف بصح كيديرو له الجبن يجي ملح اللي بغات ما تديرش الجبن وتخدم لاصاص في خومج كريمة الجبن تاني تقدر ومبعدت لاشوية جبن رابيت وجوغ مع نابولي ودرت الشرائح دع الجبن اختياريين كانوا عندي رولي تهكيموا هكا كي ترولو كسلو كشغراكو ترولو في المحاجب باش مجيكو من داخل غليضة وخشينا كشغوا ترولي وتجبدي ومبعدا نشدوها مننا من الجوانب كيما الحبة تعل الحلوة ونقطعو هذه الزيادة يعني هذا هو تشكل تحر هي سهلة سهلة بزاف عجبتني ومام جات بنينا وانا ساعدتني في الخدمة جاتني سهلة وما تشتش اليد كيما قلت لكم اخواتي اللي بعندهمش الوقت باش يشكلوا كل حبة واحد كيما يكون لديك الوقت تدري بها الطريقة ومبعدا تشكلهم في زوج حطيتهم في سنيوة مدهونة بالزيت ضروري مدهونة شوية ومبعدا تضليتهم بالبيض يعني مليح ونزيد لهم رشات الجلجلان باش يحطيهم منظر الشباب هذه هي ومباشرة الى الفرن الفرن من الأعلى ومن الأسفل نار متوسطة ونضرهم يطيبون اللي ما عندهاش الفرن يشعلية من تحتية من فوق طيبهم من تحت بياه ومن بعدك زيديهم غير يتحمرون من فوق خير وهنا بعدما عطبوا لي هذه هي الشكل التاحة بعدما تقسميها كما تبغي سينوة تحطيها كذلك ولا تقسميها على زوج ولا انت حرة انا قسمتهم بهالطريقة يعني جاوني يخفاف ومبنان يعني وجوه شوية مقرمشين يجوه هايلين وميجوش معجنين فقط اتابعي كل النساء حلابتهم لكم وان شاء الله يا ربي راح تنجحي فيها بإذن الله تعالى المهم في اخر الفيديو انتمنى تجمجموا لي خلوا ليك الجمجوم الشابة كيفكم ربي خليكم لي ان شاء الله ولدخلتوا جدد معنا مرحبا بكم غاليتي اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس هكذا بش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم استودعكم الرحمن الذي لا تضيعه ودعاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة